شيخ عندما حالة خمس دين يعني الشيخ مرة يقول احنا ما نجوز نشكك بالاحاديث لانه هي وصلتنا كما وصل للقرآن واذا نشكك بالاحاديث يجب ان نشكك بالقرآن بعدين يقول مرة ثانية لا صحيحة عندنا لا الكافي ولا الوسائل ولا كذا احنا ندرس الاحاديث ونشوف الاحاديث المتناقضة هاي اولا تناقضة في في كلامه كثيرا بعدين هادنا القرآن الكريم الصريح الذي يقول وسابقون الاولون المهاجرين والانصار والله يترضى عليهم رضو رضي الله عنهم ورضو عنه ان تخرج واحد من القرآن لازم عندك شيء اي قرآنية حتى تلغي القرآن او عندك يعني سنة نبوية ثابتة او احاديث متواترة مو باحاديث يروي لقصة عن الشيخ المفيد اوردها الشيخ المفيد وثم اذا اوردها الشيخ المفيد الشيخ المفيد مؤسس الفرقة البويهية الاثنى عشرية مؤسس فرقة منحرفة عن اهل البيت ويروي اكاذيب واساطير وقصص وهمية وما يجوز اعتماد على ناس اعداء خط اخر نحتج باقوالهم على الاخرين انا جبت لك روايات من نهجة بلاغة ومن الكافي ومن الصحيفة السجادية وتاريخ اهل البيت اللي هم يترضون على الشيخين الامام علي والامام السجاد والامام باقر والامام الصادق بمصادر شيعية انت طعفة حسب مزاجك لان متعجبك هالروايات وانا اكتفي لانه وقت رحنتي وانت تعباني شوية الله اعطيك الصحة والعافية القصة الرواية التي يرويها النوبغتي اللي هو مؤرخ في القرن الثالث الهجري وسعد ابن عبدالله الاشعر القمي وايضا الكشي العالم الرجالي يروون وهذه احكي لك من النوبغتي وحكى جماعة من اهل العلم من اصحاب علي عليه السلام ان عبدالله ابن سبق كان يهوديا فاسلم ووالى علي عليه السلام وكان يقول وهو على يهوديته في وشع بن نون وصي بعد موسى على نبينا وآله عليهم السلام بالغلو فقال في اسلامه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وفي علي بمثل ذلك وهو اول من شهر القول بفرض امامة علي واظهر البراءة من اعدائه وكاشف مخالفيه يقول النوبغتي فمن هنا قال من خالف الشيعة ان اصل الرفض مأخوذ من اليهود ويقول النوبغتي ايضا عند ذكره السبائية اصحاب عبدالله ابن سبق وكان ممن اظهر الطعن على ابي بكر وعمر واثمان والصحابة وتبرأ منهم الاشعر القمي في كتاب المقالات والفراق صفحة 19 و20 نفس الكلام جيبه الكشي نفس الكلام جيبه الشيخ الطوسي ينقل هذا الكلام في كتاب اختيار معرفة الرجال للكشي ونفس النص يقول وكان اول من شهر بالقول بفرض امامة علي واظهر البراءة من اعدائه وكاشف المخالفيه وكفرهم فمن ها هنا قال من خالف الشيعة اصل التشيع والرفض مأخوذ من اليهودية فاذا نشوف احنا علماءنا في القرن الثالث والرابع والخامس كانوا يقولون ما ادنى مشكلة مع الصحابة ولا مع ابي بكر وعمر انما السبائية والغلات الذين اختلقوا نظرية الامامة وركبوها على اهل البيت كانوا مضطرين لكي يؤلفوا الاحاديث الكاذبة والموضوعة ويشوه سمعة الصحابة وسمعة الخلفاء الراشدين حتى ينقذوا نظرية الامامة التي ماتت في مهدها ولم تستمر حتى الان و1100 سنة احنا ما عندنا امام معصوم معين مقبل الله ولذلك الشيعة ذهبوا الى نظرية الشورى التي حاربوها اكتر من الف عام فانا اختم بهذه الآية تلك امتهم قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون في هاي الآية اللي مكررة مرتيا في سورة البقرة 134-141 علينا ان نكف عن استفزاز الاخرين وعن اثارة الفتنة وعن تشويه الصحابة وعن التشبث بالروايات اللي الموضوعة والمختلقة والكاذبة ونعتبرها رواية صحيحة جاية فانت رح ابحث في سندة اصلا ما هي جوز لك تحتج برواية عن الشيخ المفيد فيه ضد او بكره عمر فهذا ليس منطق ان واحد قال فت كلام في القرد الخامس الهجري حكي على جاب كلام عن امام علي بدون سند وبدون دليل فقط هكذا يقول كلاما انه امام علي دعا على عمر وقال لقد ظلم الحجرة والمدعوة كذب في كذب فانت شلون تصدق المفيد وشلون تصدق من يروي عنه المفيد وصدق الامامية في الاكاذيب التي روجوها ضد الصحابة الكرام نحن بحاجة الى ان نوحد المسلمين اليوم ونكف عن المنهج السبئي الذي اثار الفتنة ولا يزال السبئية اللي عانين اليان في لندن ما عدم شغل وعمل غير سب الصحابة واشاعة الفحشاء ضد زوجات النبي واتهامهم ويعني صحيح حدث خلاف سياسي واختار الناس ابو بكر وعمر وبايعوه واهل البيت بايعوا الامام علي بايع او بكر وعمر وعثمان فلماذا نكون ملكيين اكثر من ملك ونحاول ان نثير هذه الفتنة اليوم بعد 1400 سنة ماذا نستفيد من ذلك هذا كلها قلة عقل ما عندنا عقل حتى نتعايش مع الاخرين